تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمدنية العامة لمراقبة التراب الوطني نهاية الأسبوع الماضي كما تبعنا من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش وتتكون من 11 عنصرا ينشطون بعدة مدن بمملكة وهي العملية التي مكنت من حجز عدة مواد كيميائية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات دعونا ارتبع هذا الحوار الذي أجره الزميل محمد أنستموح مع السيد حبوب شرقاوي العميد الإقليمي ورئيس فرقة مكافحة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية أهلا بكم على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين وذلك من خلال تفكيك خالية إرهابية تتكون من 11 عنصرا موالين لتنظيم داعش ينشطون بمدن فاس ومكناس وخريبغا والدر البيضاء وزاوية الشيخ وسيد بن نور ودمنات وسيد حرازم هذه العملية أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه شبكة الإرهابية وأحد شركائه بمدينة فاس حيث خطط أعضاء هذه الخلية لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة وذلك بإعاز من منسقين بأحد فروع تنظيم داعش وللمزيد حول هذا الموضوع معي من استوديوهتنا بالرباط العميد الإقليمي ورئيس فرقة مكافعة الإرهاب المكتب المركزي للأبحاث القضائية سيد حبوب شرقاوي تحية طيبة لك سيد حبوب شرقاوي تحية طيبة لكم بداية ماذا عن حيثيات هذه العملية النوعية والتي أدت إلى توقيف عدد مهم من عناصر تنظيم داعش في المملكة بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أنه في إطار المجهودات المبدولة التي تقوم بها جميع الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها وبفضل المعلومات الاستخباراتية التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وبعد رصد الأعمال الإجرامية وتتبعها التي كانت ستقوم بهذه الخلية والتي بلغت مراحل جد متقدمة وكانت على وشك تنفيذ مخططها التخريبي فقد تمكن المكتب المركزي وكما تتبعتم من تفكيك خلية إرهابية خطيرة موالية ومناصرة ومباعة لتنظيم داعش هذه الخلية تتكون من 11 شخصا تم إيقافهم بالمدن المنبكة المغربية التالية بمدينة فاس ومكناس وزاويد الشيخ ودمنات وصدي بن نور وخريبقا ومدينة خريبقا وبمدينة دمنات وبسدي حرازم هذه الخلية قبل أن نباشر عملية الإرهاب وكما تعلمون وبعد التوصل بالمعلومات الاستخباراتية وتوفير جميع الشروط القانونية بما فيها إشعار النيابة العامة المختصة في شخص السيد الوكيل العام للمنكة دم حكمة الاستئناف بالرباط كما تنص عليه المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب 03-03 المؤرخ في 28-05-2003 فقد تمت مباشرة العملية هذه العملية كللت بالنجاح حيث تم إيقاف متزعم هذه الخلية وشركه بمدينة فاس وتم حجز مجموعة من الوسائل والمعدات والأسلحة النارية بالبيت الآمن الذي اتخذه متزعم هذه الخلية بمدينة فاس وشركه طيب سيد الشرقوي قبل أن نخوض في المحجوزات من نوعية الأسلحة والدخير ماذا عن الفوارق الزمنية التي فارقت بين العمليات من مدينة إلى أخرى؟ كما تعلمون أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمدير العام للأمر الوطني هو متوفر على وسائل مادية ولونجيستيكية وبشرية متنوعة وكافية حيث تم إعداد مجموعات تتكون من ضباط الشرطة القضائية ضباط الشرطة القضائية ومعززة بكل ما تحتاجه العملية من إجراءات ومن مواده لوجيستيكية وبالتالي توجهت لجميع المدن التي يتواجد فيها الأشخاص وذلك بعد التنصيق مع النيابة العامة المختصة من جهة للاختصاص الترابي للاختصاص المكاني ومع الاختصاص النوعي وكذلك مع باقي النيابات العامة المتواجدة بالمدن طيب سيدر قوي أمامي الآن صور عن المحجوزات ماذا عن نوعية المحجوزات التي تم حجزها من أسلحة وذخائر ووسائل لوجيستية المحجوزات كانت مذهلة خطورة هذه الخلية كانت تتجلى في ما تم حجزه بالبيت الآمن بمدينة فاس وذلك حيث تم حجز بندوقيتين صيد بندوقيتين صيد كما لاحظتم وذخيرة حية تتعلق بنفس البنادق وثلاث مسدسات آلية وذخيرة حية تخصها وإضافة إلى مجموعة من قارورات أو قنينات الغاز البطان ومعدات هائلة من كل السوائل التي تطلبها صناعة المتفجرات والأسلاك الكهربائية والمعدات التي تتعلق بالقتل والدبح والسفك كالسيوف والمناشير وغير ذلك وكل ما تتطلبه صناعة المتفجرات يعني من سوائل ومن معدات ومن كل ما يتم به المزج المتزعم هذه الخلية الذي تم إيقافه وشركه هيئ كل الوسائل وكأنه يريد أن يحول بيته الآمن إلى مختبر لصناعة المتفجرات واتخذ وكما تعلمون اتخذ البيت الآمن في مكان في شارع راقي حتى لا يؤثر الانتباه للساكنة هذه هي الميزة الخاصة المحجوزات كما قلت يعني الخطورة ما تم حجزه تنم عن خطورة الأهداف التي كان سينفدها متزعمي هذه الخلية التي نتحدث عنها الآن وهنا سؤال سيدة شرقاوي ماذا عن الأهداف ما هو برنامج هذه الخلية الإرهابية ماذا كانت تنوي فعلة في المملكة دعني أقول لك أن هذه الخلية ليست خلية محصورة في العدد هي خلية بدأ فيها الانخراط بشكل مباشر وغير مباشر لأن أعضاءها البارزين أرادوا لها أن تضم أكبر عدد ممكن من الشباب الموالين لتنظيم داعش هذه من جهة وأن البحث أفاد أن أعضاء هذه الخلية كانوا يعتزمون القيام بتنفيذ كل ما يمكن أن يتصوره كل ما يمكن أن تسعى إليه يسعى إليه تنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية يعني بالنسبة للأهداف أقول لك أقول لك الأهداف بالله عليكم لا يمكنكم تصوروا الأهداف كل الأهداف المخططة لها من قبل التنظيمات الإرهابية وأخص بالذكر داعش أي أنهم كانوا يريدون استهداف كل ما من شأنه أن يرمز للمؤسسات الدولة وبالتالي كل ما من شأنه أن له رمز مؤسسة الدولة يعني من تصفيات جسدية كما تعلمون من ضرب مواقع حساسة إلى غير ذلك هذا أداء يعني البحث لا زال ساريا لا زال ساريا حيث أن البحث لا زال ساريا معهم ولا يمكننا إعطاء المزيد من التحقيقات لازالت ساريا سيد شرقاو نعم لازالت ساريا واضح ولكن أوليا ومبدئيا أن الأهداف كانت مسطرة ستضرب كل رموز المؤسسات الدولة والمصالح الأجنبية نعم سيد شرقاو سؤالي هنا لو سمحت الوقت هنا يداهمني وباختصار ما الذي ميز هذه الخلية الإرهابية والتي تم تفكيكها مقارنة مع الخلية الإرهابية السابقة باختصار لو سمحت باختصار هذه الخلية لها ميزة خاصة عن سابقاتها في الخلية السابقة كانت أقل تنظيم من هذه الخلية هذه الخلية هي خلية أكثر تنصيق وأكثر تنظيم من سابقاتها لماذا؟ كون أعضائها البارزين والقياديين الذين هم متمركزين بليبيا بداعش بليبيا كما تعلمون لهم علاقة هذه الخلية لها صلة مباشرة وعلاقة مباشرة بتنظيم داعش بليبيا هذا التنظيم كما تعلمون أن داعش يسعى دائما لوضع موطئ قدم بالمغرب لكننا الحمد لله الأجهزة الأمنية دائما يقضى وحذرة وتحبط وتجهد جميع مخططاته ولنفلحة ذلك شكرا العميد الإقليمي رئيس فرقة مكافحة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية سيد حبوب الشرخوي كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لكم جزيلا شكرا تنتهي هذه الفقرة أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء